الجزائر تقصو على السودان بربعية في منذيال العرب استهل المنتخب الجزائري مشواره في منذيال العرب المقام في قطر بانتصار ساحق على نظيره السوداني بربعية نظيفة على مرعب أحمد بن علي المنذيالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة وسجل رباعي محاربي أسحراء بغداد بنجاح مهاجم السد القطري في الدقيقة 11 والدقيقة 37 وجمال الدين بن العمري مدافع نادي قطر في الدقيقة الثالثة والأربعين والعربي هلال سوداني مهاجم دمك سعودي في الدقيقة الثالثة والأربعين وسنحت الفرصة أمام المنتخب السوداني لتسجيل هدف لكن محمد عبد الرحمن يوسف أهضر ضربة جزائر في الدقيقة السبعين وحصد منتخب الجزائر ثلاث نقاط من أول مباراة له في المجموعة الرابعة التي ستشهد في وقت لاحق ليوم مواجهة تجمع بين المنتخبين المصري واللبناني وتخوض الجزائر البطولة بمنتخب المحليين تحت قيادة المدرب مجيد بوغرة منتخب الجزائر يتقدم على السودان بأربعة أهداف لسفر العربي سوداني في الدقيقة السادسة والأربعين في مونديال قطر الفين وعشر والجزائر يتقدم بثلاثة سفر على السودان جمال بالعمري في الدقيقة الثالثة والأربعين ومنتخب الجزائر يتقدم باثنين سفر على السودان بغداد بو نجاح في الدقيقة السابعة والثلاثين ومنتخب الجزائر يتقدم واحد سفر على السودان باغداد بو نجاح في الدقيقة الحادي عشا ترجمة نانسي قنقر